وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وسلع منتهية الصلاحية استكمال للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشت سورها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 25 طن ضقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة جمعها لبيعها بالسوق السوداء كما نجحت في ضبط 70 طن ضقيق بلدي مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان قام مسؤول مخبز بالجيزة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وهو ما يعد استلاء على أموال الدعم المقرر عليها وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من أربعة أطنان ضقيق بلدي مدعم قام مسؤول مخبز بلدي بالقاهرة بالاستلاء عليها بعدم إثباتها بسجل حركة الضقيق للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وعلى صعيد التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من ثمانية عشر طن ضقيق أبيض مجهول المصدر بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية عجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت في ضبط قرابة ستين طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة عدد من مالك مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة وضبط خمسين طن مواد غذائية قام مسؤول شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالجيزة بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق كما نجحت الإدارة في ضبط مئة وخمسين طن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك شركة لتجارة الأسميدة الزراعية بدون ترخيص ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسميدة الزراعية بالمنوفية وضبط خمسين طن أعلاف حيوانية بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وعلى صعيد التصدي لجراء بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من مئة وخمسة وعشرين طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات شنت الإدارة بنطاق محافظتي المنوفية والشرقية وضبط قرابة ستة وسبعين طن لحوم ودواج ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية والجيزة والمنوفية وضبط ثمانية عشر طن زي الطعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية وتمكنت الإدارة من ضبط سلاسة وتسعين طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بالمنوفية والشرقية كما تمكنت من ضبط قرابة مئة وخمسة وخمسين طن بلاستيك مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص للبلاستيك بالشرقية